البكرة ان شاء الله مستر بيتسو موسماني وكابتن الاهلي هيحضروا المؤتمر الصحفي اللي خاص بالمباراة الساعة 8 وبعدها كمان هيكون المؤتمر الصحفي اللي خاص بالمنتخة أو بفريق المريخ المؤتمرين في قاعة المؤتمرات الخاصة باستاذ الاهلي والسلام الفوز الكبير اللي الاهلي حققه يمكن الجمهورية قالت الاهلي يرفض التنويم المغناطيسي الانجليزي وأبحث عن حل لمن يهدر الفرص موسماني بيقول لعيبته لا تخزيلوا جماهيركم أمام المريخ والأهرام قالت طوارئ في الاهلي قبل مواجهة المريخ السوداني موسماني بيحضر لعيبة من خطورة الموقف في البطولة القرية والشروق قالت الاهلي بيطلب زيادة أعداد الجماهير أمام المريخ في اختبار طبي لأيمن أشرف وعبد الحفيز ينفي طلب تأجيل بيرامدز وهنا عايزين نقف عند نقطتين النقطة الأولانية الخاصة بالحضور الجماهيري في المباراة اتصلت بالدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي قال لي احنا طلبنا زيادة عدد الجماهير لكن احنا بنقدر الظروف والحالة اللي بتسمح بتحديد العدد لخمس تلاف لكن مع مزيد من الالتزام ومع مزيد من التعاون نتمنى ان الساعة تزيد الاهلي بيطلب ان الملعب ينتلئ بيطلب الساعة الكاملة للملعب لكن الظروف ما تساعدش على كده الاهلي بيقدر هذا الظرف وفي نفس الوقت بيأمل في مزيد من التعاون علشان فعلا ترجع الجماهير كاملة في الفترات الجاية انا تمنى هذا طبعا مسألة رجوع الجماهير كل اضافة زيادة انتصار للكرة مصرية لكن انت يعني فيه كان موضوع اسير اي اسير ان هذا طلب الجهاز الفني الاهلي لما المريخ طلب منه ملعبه ويقول السلام سابهوله وطلب ان يبقى ملعبه هو الاستاد في همهامة دلوقتي او تمهيد ان الكيروش بيقولك لا رايحه الاستاد لا داك الوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صفح قالها صريحة قال ايه انه كيروش طلب اراحة الاستاد فمش هيتلاب عليه الا مرش المنته اهامة في ايه بقى انه ممكن يقولك الاهلي ملعبش عليه اه والله لا يلعب في الملعب السلام ملعبه الفكرة اللي قولي ايه استاد القاهرة دا يقعد ثلاثة اربع سنين ما يشمش مباراة واذا تلعب عليه ثلاث مباراة وانا بعض يعي لدرجة ان انا الله ما سيب الخير كنت بقوله هو النجيل بتاعك وماركت خد الهوانم ما يستحملش الدوس يعني ايه الهدف من اراحة الملعب دا بالشكل دا هو لما النادي الاهلي يلعب كل 15 يوم ماتش عليه ولا ماتشين حتى في الاسبوع عليه دا كلهم كان ماتش العملية يعني اللي بقيلك انت تلعب ثلاث ماتشات على ارضك ثلاث ماتشات حيبوض الملعب اللي هو اللي هو اللي لسه يوم 25 يعني ماتش المنتخب 25 يعني فكرة برضو حق يرد بي باطل بصراحة يعني يعني انا ما تسوأليش الفكرة دي وما تسوأليش اصل المنتخب اللي يعوزه نغمة تصدير المنتخب ومصالحه مع النادي الاهلي نغمة غير حقيقية لما يكون في ايدك حلول حل لكن انت هتبعد طب المريخ يلعب على وي والسلام والاهل يلعب على وي والسلام دوري وافريقيا ازاي يعني طيب الجانب السودان الشقيق بقى بيجهز كل ترتباته للمباراة المهمة والمدرب الانجليزي للمريخ لي كلارك بيطلب من محلل الاداء عندهم ايمن اليماني انه يقدم له تأرير مفصل عن النادي الاهلي بكل ما فيه من النواحي الفنية ايمن اليماني حرص مع تاقم الأحمال المصري اللي بيساعد المدير الفني الانجليزي في المريخ على متابعة مباراة الاهلي الاخيرة سواء مع ساندونز او مباراته مع فاركو علشان يقدمه تأريره ده مسألة مشروعة في هذا التجهيز بعثة المريخ ايضا اللي مقيمة في القاهرة بتكمل اجراءات الترتيب لحضور جماهير السودان الشقيقي المباراة وبتخصص لهم تذاكر مجانا لحضور المباراة نائب رئيس نادي المريخ للشؤون المالية والاستثمار ورئيس بعثة الفريق نور الدين عبد الوهاب ونائبه عبد المحمود السماني عقدة اجتماعا تنسيقيا مع نائب رئيس النادي للشؤون الرياضية الكابتن عادل أبو جريشة بمقر إقامة البعثة بأحد الفنادق الكبرى علشان يرتبوا حضور الجماهير والحقيقة هنا المريخ عامل مع النادي الاهلي حالة تدرس بصوا المنافسة بين الاهلي والمريخ فيها شرف لكن فيها شرف فيها نضج فيها احترام فيها ألفة فيها أخوة فيها حاجات كتيرة أو حلوة خدوا بالكوا المريخ أول ما طلب من النادي الاهلي أنه يستضيف مبارياته الاهلي رحب بكل ود وتأدير للجانب السودان الشقيق الناس أقاموا في القاهرة بيلعبوا مبارياتهم بيتمرنوا المعاملة في درجة عالية من الرقي والأخوة والاحترام ودفء المشاعر رغم المنافسة رغم أن كلاهما يرغب في الإطاحة بالآخر أو على الأقل يفوز بالمباراة عشان يستفيد منها لكن ده مسأل جميل يا باشماندس مسأل جميل وهو ده بيلخص من أجل هذا تلعب الرياضة وأيضا بيلخص البناء على الإيجابيات بيبطل الحجد صحيح لأن كل ما التهبت الأمور يبقى أنت بتدي نفسك شماعات قبل المباراة عشان تستند إليها الطبيعي أن يبقى في حميمية وفي علاقة ودودة بيننا وبين أشققنا في السودان وخالي بقى لك طول عمرهم يقول لك الهلال جماهيره أهلاوية والمريخ جماهيره زم الكوية الحدود ده دلوقتي ما بقتش عارف اللي عنده تقدير جماهيري في الهلال وفي المريخ بالزبط كده والإثنين اللي هم تقدير عندنا طبعا بدون فواصل نتمنى باستمرار وبالذات على لسان المسؤولين المسألة وأنت بتحرص على حقوقك لا تثير الجدل اللي يدفع إلى التوتر نتمنى المباراة تخرج في إطار الروح الرياضية وأن الجميع يعني يخرج منها على فكرة إنت ممكن تخش في التنافس وطلع ووصلت أموصلتش بس كسبت الاحترام ده الواحده هدف أنك تكسب الاحترام الفني والترباوي وتطلع وانت ساب ذكرة طيبة وبتمدك دور من الألف والمحبة هذا انتصار فنتمنى أن الصورة تكمل للآخر بالشكل ده اشتركوا في القناة